يابس أخير ويأهلا وسهلا بخضراتكم حلقة جديدة والسادسة تحياتي لكم في بداية حلقة النهاردة حلقة الأهلي وإستن كومبني بعد غياب عودة مرة تانية للدوري ورغم الغيابات خلييني أقول إن الماتش النهاردة أنا أعرف طبعا أن الجمهين نادي الأهلي متشوقة طبعا تشوف رئيتها مرة تانية والآن شوية من غياب عدد كبير جدا من اللاعبين سواء كانوا موجودين مع منتخباتهم في المشاركة الدولية للمنتخبات في الفترة الأخيرة أو كانوا طبعا يعني غيابين بسبب الإصابات لكن الحقيقة اللي يطمن شوية في ماتش النهاردة هي الظروف المحيطة أكتر برحيل ماستر بيتشو موسيمان ليه أقول كده لأنه ده بتهيق لي خلق دوافع جديدة على أكتر من مستوى هي مباراة الدوافع والفرص من وجهة نظري دوافع عند جهاز فني بيأخده سامي قمصان اللي بتأكيد جدا شايف في مباراة النهاردة والماتشاط اللي جاية كمان فرصة كبيرة جدا عشان يقول إنه موجود وإنه ما كانش رجل الظل في عهد مستر بيتشو موسيمان لكن كان ليه دور وكان ليه فاعل والحقيقة سامي قمصان بعيدا عن مشواره مع بيتشو موسيمان ناس كتير جدا متفق على إن واحد من المواهب الوعدة يعني في عالم التدريب في مصر فبيأخد النهاردة وفي اللي جاية كمان فرصة كبيرة جدا محتاج يثبت إن هو قدها محتاج يثبت كفقته وجدارته بتولي مهام الرجل الأول في النادي الأهلي حتى ولو كان ده بيحصل بشكل مؤقت النقطة التانية هي اللعيبة أنا بشوف كتير من الأسماء اللي غابت عن المشهد لأسماء كتير ما فيش داعي نحن نخوض فيها دلاتي لكن فيه لعيبة كتير جدا ما عندناش شك كجمهور في إمكانياتهم ولا في قدراتهم غابوا لأسباب كتير جدا وارد كان عن عدم اقتناع من مستر بيتشو موسيماني أو عن خوف إنه مستر بيتشو موسيماني في وقت ملوقات ممكن يكون بيتفحهم في توقيت مش مناسب يحرقهم أو يقلل من فرصهم أو عن عدم قناعة بقدراتهم ماشي برضو ممكن تسميها كده أو طبعا لأنه في منهم كتير كانوا غابوا لفترات طويلة بسبب الإصابة فبالتالي قدرتهم على أنه يرجعوا أو يستعيدوا فورمتهم وليقتهم مرة تانية ومستوهم العالي ممكن كانت تحتاج شوية وقت ممكن كانت تحتاج مساحة أكبر من المشاركة وده ما كانش متوفر في أوقات كتيرة جدا ففرصة إن احنا نقول من أول وجديد احنا هو ده بالنسبة لعدد كبير جدا من لعابة النادي الأهلي والأهم كمان من ده بكلم على التيم ككل بقى جهاز ولعبين إن كنتوا رايح بعد المباراة دي لمباراة ديربي مباراة زمالك فمحتاج حاجتين مهمين جدا واحد تطمن جمهورك وتقول إن احنا جاهزين حتى لو عدينا بشوية مطباط سواء في الدوري أو في الدوري أبطال أفريقيا أو في الدوري العام يعني الدوري في مصر فحتى لو المطباط دي احنا عدينا بيها قادرين نلم بسرعة ونراجع حسابتنا ونقف على رجلنا بسرعة جدا لأنك كمان مش محتاج تروح مطش الزمالك وانت معنويا يعني مش في أحسن حالاتك مطش النهاردة ما كذبوا المعنوية بالإضافة طبعا للتلت قتل في ممتلها لكن معنويا مهم جدا أنك إنت مش بس تكسب لكن كمان تقدم عرض يعني محترم يطمنك كفريق ويطمن جماهيرك قبل ما تروح لمطش الزمالك في صراع القمة لأنه الأهلي الحقيقة لو قدر أنه يكسب مؤجلاته يضمن أن يكون فيه الصدارة بشكل يعني مرتاح إلى حد كبير يعني ما فيش حاجة طبعا محسومة إلا مع نهاية الدور التاني لكن في النهاية على أقل تستعيد صدارة الجدول مرة تانية وده في حد ذاته يسبب ضغط على المنافسين حقيقة أعيز أقف مع حضراتكم سريعا جدا مع لقطتين واحدة بارح واحدة النهاردة لقطة النهاردة هو حديث مستر بيتشو موسيماني في وداعه للإدارة وللعبين وللجماهير الحقيقة لمست الرجل قدئي النهاردة أنه يعني سعيد جدا 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 بالمرحلة دي هو رجل في تصريحاته أو في كلامه يعني قال أنها يمكن تكون أهم مراحل مسيرته في عالم التدريب وقال أنه وجوده في النادي الأهلي كان شرف كبير لي وأنه الفترة الأضافة في النادي الأهلي والإنجازات اللي حقاها مع النادي الأهلي عملت له نقلة نوعية في مسيرته قال أنه كثير من المدربين على مستوى العالم يتمنوا أنه هم يدربوا نادي بحجم وبقيمة النادي الأهلي وهو كان محظوظ جدا أنه يتولى المسؤولية وشكر طبعا كابتن خطيب لأنه على حد تعبيره في الوقت اللي وثق فيه كابتن خطيب لتولي المسؤولية دي كان فيه كتير من الناس مش راضي أو كتير من الناس شككت في إمكانية نجاحه على كل أحوال تفاصيل كتير جدا لقطة مبارح ألمانيا وإيطاليا هقف معها مع حضراتكم النهاردة لأنها بتقول كتير وبتقول أنه الوضع في إيطاليا مشابه لحد كبير جدا للوضع عندنا في مصر لكن تختلف فيها ردود الأفعال خلينا نروح لفاصل ونرجع نبدأ الحلقة وندخل في التفاصيل مع حضراتكم نرجع على حضراتكم وزي ما كنتم أتكلم قبل الفاصل على رسال ميستر بيتسو موسماني يمكن الرسالة الأهم الحقيقة اللي بيكلم فيها الرجل هي أنه دايما جرت العادة يعني والكلام على لسان بيتسو موسماني أنه لما بتنتهي العلاقة بين المدير الفني وبين النادي بيكون حد من الطرفين مش راضي أو مش مرتاح أو مش مبسوط لكن الكيس بتاعته هو شخصيا العكس من ده الاثنين الحقيقة سواء كان النادي أو ميستر بيتسو موسماني كان مدير الفني انتهت العلاقة بينهم ومازال الود والاحترام بيسودها تكلم على علاقته بالنادي تكلم على اللحظات خلينا نتفق يعني أنه إحنا عايشنا لحظات فرحة وسعادة مش ممكن أبدا أنت تنسي وتكلم على جزء كبير جدا من ذكرياته ونجاحه في تحقيق ألقاب مع النادي الأهلي وفاكرها لحظة بلحظة وعاشها لدرجة أنه حتى ردود أفعاله في الملعب بساعة لما مثلا نتكلم على هدف زي هدف أفشا وقال أنه دي أهم لحظة لي أضها مع النادي الأهلي لدرجة أنه جري يعني يحتفل مع اللعبين ونسي يعني نسي كل حاجة تكلم على إحساسه بالدعم الأوقات اللي كان بيحظى فيها بدعم كبير جدا والأوقات كمان اللي كان بيتعرض فيها انتقادات وقال أنه متفهم جدا جدا لطبيعة النادي الأهلي وطبيعة الضغط اللي بيتعرض ليه مش بس كمدير فني لكن حتى الإدارة تكلم على كابتن خطيب قال أنه كابتن خطيب مش بس مدير نادي ناجح لكن كمان لعب كرة عاش وقضى وفهم لحظات كتيرة جدا بيتعرض فيها الفريق والنجوم وجهازه الفني لحظات ضغط عنيفة وأبدا ده ما كانش مأثر عليه على كل أحوال يبقى موسيماني واحد من أهم المديرين الفنيين تجربة راهن عليها أو راهنت عليها قدارة النادي الأهلي وأعتقد أنها كانت تجربة نكحة جدا ما حدش يقدر يقول أبدا أو ينفي عن موسيماني إنه واحد من أنجح المدير الفنيين اللي تولوا المسؤولية لي بصمات واضحة جدا ما حدش يقدر ينكرها وممكن تلوم عليه في حاجات كتيرة جدا برضو ما حدش يقدر ينكرها لكن في النهاية التجربة ككل كانت أكتر من رائعة ويمكن حققت عشان نكون واضحين ونكون موضوعيين ونكون منطقيين حققت أكتر من اللي إحنا كنا متوقعين أو كنا منتظرين ومن موسيماني ونتمنى له كل التوفيق في مشوار النهاردة بعثة منتخب رجعت بالسلامة طبعا بعد رحلة كوريا الغير موفقة وأجماعة السوشيال ميديا يعني أنا عارف طبعا أننا يعني بقى جزء كبير جدا من ثقافتنا وجزء كبير جدا من يومنا مقضينه على السوشيال ميديا وأنا مش ضد السوشيال ميديا والله أنا ما بيحبهاش آه بس يعني أنا مش ضدها لكن الهجوم في أوقات كتير جدا بيبقى غير مبرر الاندفاع بشكل كبير محاولة الإسقاط للأسف الشديد جدا ما بقاش فيها ما بقاش فيها أي أي معايير أو مقاييز بتحكمنا الناس اللي عادة على السوشيال ميديا ارحمونه ارحمكم الله يعني أنا مش ضد أنه كتعبروا عا بالعكس حيب الناس تنتقد و الناس تتكلم و الناس تعبر عن أراءها بس بلاش الاندفاع و بلاش التصرع لأنه في أوقات كتيرة جدا بيكون لي أثار عكسي اللي حصل مع محمد إبراهيم طبعا يعني حضراتكم تابعين و الناس اللي شافت على السوشيال ميديا اعتقدوا أنه غير مبرر على الإطلاق و الولد الحقيقة يعني حتى ما كانش جزء من المأساة أو جزء من المشكلة فبالتالي فكرة أنك أنت تخلص طارك طفي نارك على السوشيال ميديا دي ما اعتقدش إنها بقى الطليق ولا الناس بقى بتحبها وبنرجع نعتذر مرة تانية ونقول ما كانش صح وما كانش وما كانش وما كانش محاولات لإقناع كارلوس كيروش بالعهد ده للمنتخب ده الخبر التالي والحقيقة يمكن فيه رغبة كبيرة تحديدا عند حزم إمام عضو مجلس إدارة النادي الأهلي إنه يرجع كارلوس كيروش خبر زي ده تقراع على إنه تصريح إنه نهاية مرحلة إيهاب جلال التي لم تبدأ بعد أنا متعاطف جدا جدا مع إيهاب جلال مش لإني مقتنع بالمديل الفني الوطني ولا من المتحيزين لإيهاب جلال كمدرسة يعني أو كواحد من عضو مجلس إدارة الاتحاد الكرة أنا أسف لأقول الأهلي لكن عضو مجلس إدارة الاتحاد الكرة كلام على حزم إمام يعني اللي تواصل مع كارلوس كيروش اللي رفض بالمناسبة العرض اللي قدم ليه من حزم إمام في حدود معلوماتنا ورفض على حد تعبير كارلوس كيروش نفسه أنه يشتغل مع مجلس بيترقصه جمال علام لكن في النهاية في محاولات من حزم إمام أنه يرجع كارلوس كيروش للمشهد مرة تانية ومفترض أنه في خلال الساعات اللي جاية هيكون فيه اجتماع أونلاين يعني فيديو كونفرنس هيجمعه لأنه الرجل موجود في أفريقيا موجود في موزنبيق تحديدا في محاولة أنه يقدم له الضمانات الكافية أو يأكد له على أنه مش هيكون فيه تدخل في مهام عمله بشكل كامل من قبل المسؤولين في اتحاد الكرة وبالتالي ممكن يكون فيه أرضية لرجوع كارلوس كيروش لكن أنا ما زلت عندي رأيي لا قصة قصة جلال ولا قصة قصة كيروش قصة قصة منظومة محتاجة تتهد وتتبني من جديد وده مش هيحصل بالتأكيد في يوم وليلة التشخيص معروف يعني التشخيص معروف والعلاق كمان معروف والأهم أنه يكون فيه رغبة أنا ممكن أو أنا مش خبير يعني أنا بعترف تماما أنه خبرتي في مجال الكرة مايش أعظم حاجة في الدنيا لكن خبرتي في الإدارة أعتقد أنها عظيمة جدا حد درس وحد اشتغل وحد دور وفاهم يعني إدارة قصة الكرة في مصر قصة إدارة قصة طريقة شغل طبعا منهج عمل مش قصة أشخاص ما تتوقعش قبل أنك لو غيرت شخص ما كان شخص كان مسؤول في اتحاد الكرة أو كان حد في الجهاز الفني أنه النتيجة تختلف لأن المنظومة الحقيقة تحت منهارة وأنا اتكلمت طبعا لتابع حلقة مبارح والتشخيص اللي احنا اتكلمنا فيه نتاج سنتين بتكلم فيها مع كل الخبراء والمحللين والناس اللي عندها خبرات كبيرة جدا يقدر يقول لك مشاكل الكرة المستوطنة من 10-12 سنة في الكرة المصرية فين وعلاجها ايه التشخيص والعلاج والرشدة زي ما قلت لحضراتكم واضح ومعروف وأبدا مش هيكون الحال أنك أنت تغير جهاز فني بجهاز فني آخر نروح لأغلى عشر صفقات في تاريخ الدولي الإنجليزي بعد طبعا التعاقد الأخير مع داروين نونيز نجم أورجوي تكلم على صفقة خد بالك أنا عايز بس قبل ما ندخل في القائمة خد بال حضرتك أنه اثنين من أغلى الصفقات واثنين من أهم الأسماء اللي انضموا للدولي الإنجليزي واحد جاي من ألمانيا من بروس دورتموند إيرلينج هالند انتقل خلاص لفريق ألمان سيتي وداروين نونيز من بنفيكة البرتغالي لليفر بول الاثنين من أغلى الصفقات اللي حصلت في تاريخ الدولي الإنجليزي كله الاثنين عندهم كم سنة حضرتك نتكلم في 22 سنة داروين نونيز واعتقد 21 سنة أو 20 سنة إيرلينج هالند كلمني بقى عن وعلى فكرة في فترة من الفترات كان فيه لعيبة بتلعب في منتخم مصر الأول الفترة اللي كانت فيها إنجازات يعني كنت بتكلم على العيبة عندها 16 سنة و17 سنة و18 سنة عشان كده كنت بكلمكم برح على منتخم 2006 ومنتخم 2003 اللي محدش جاب سريتهم ولا محد بيفكر فيهم ولا حد بيعمل لهم برنامج إعداد ولا حد قال لك مثلا نجيب مدير فني يحط برنامج لهم يشتغل أربع سنين جاية يكون عندنا عناصر تنفع المنتخب الأول في كاس العالم 2026 نروح نروح لأهم وأغلى الصفقات جاج ريليت شبعا نجم أستون فيلا اللي انتقل للمان سيتي في صفقة قيمتها كانت 100 مليون سترليني بيحتل المركز الأول وراء على طول الفرنسي الدولي بول بوكبا اللي انتقل مليوفي لمنشستر يونيتد بمقابل 93 مليون سترليني في المركز الثالث الدولي البلجيكي روميلو لوكا كوب من إفرتن للمان يونيتد ب90 مليون سترليني داروين نونيز صفقة ليفر بول الجديدة احتل المركز الرابع انتقل من بانفكا لليفر بول في مقابل 85 مليون سترليني هاري ماجواير تقدر تقول عليها الصفقة الكمين في المركز الخامس من إستر سيتي لمن يونيتد في مقابل 80 مليون سترليني وطبعا الكوميكس والفيديوهات بتاعت ماجواير غير طبعية على السوشال ميديا كاي هاورتس طبعا من ليفركوزن لتشيلسي ب75 مليون سترليني في المركز السادس فيرجل فندايك واحد من أفضل مدافعي العالم من توس هامتن لليفر بول في مقابل 75 مليون سترليني مركز سابع في المركز الثامن جيدن سانشو الدولي الإنجليزي من بروسيا دورتموند لمن يونيتد 73 مليون سترليني نيكولاس بابي من ليل للأرسنال في مقابل 72 مليون سترليني وبمناسبة يمكن يكون الأفريق الوحيد في القيمة وأرزي بالاجا من أتلات كوبلباو لتشيلسي بمقابل 71 مليون سترليني في المركز العشر طبعا صلاح بيعتبر من أغلى اللعبين على مستوى العالم في التوقيت الحالي لكن لكن أقول لكم أنه انتقاله كان بمبلغ لا يتجاوز الأربعين مليون السليني عشان كده هو مش من ضمن الأعلى على مستوى الصفقات اللي تمت في البريمير لي لكن بمناسبة صلاح وأقول له كل سنة وهو طيب عشان أنا قلت كلمة مبرح يمكن كتير من الناس ما فهمهاش لما قلت أنه إزاي صلاح وصل للهو فيه وصل بالتأكيد بشكل عشوائي العشوائية هنا مش مرتبطة بمشوار صلاح مشوار صلاح يحترم جدا ويدرس جدا 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 وحد شقدر ينكر ده الولد كافح وكان عنده إصرار وكان عنده عقلية أنه يتأقلم ويتجاوز محطات صعبة كتير جدا ويوصل نجاح غير مسبوق لكن أنا اللي بتكلم عليه أنه ما حصل النجاح اللي وصله صلاح ده ما حصلش بالتخطيط من القائمين على إدارة الكرة في مصر حصل بشكل عشوائي لأنه ما كانش مخطط ما كانش ممنهج وإلا كنا شفنا جيل كامل مش بس محمد صلاح منتشر في أوروبا ناجح في أوروبا بيلعب أهم وأكبر عنده في أوروبا لكن ده ما حصلش العشوائي هنا مش رجع على مشوار صلاح أو على محمد صلاح نفسه لكنها رجع على الطريقة اللي بتدار بيها كرة في مصر وفكرة تصدير اللاعبين وتصدير المهارات للدول الأوروبية عشان يكون لها نفع ويكون لها إفادة للمنتخبات الوطنية فاصل ونرجع لحضراتكم نروح مع حضراتكم لمطشو النهاردة وخلينا ابتدي بالقايمة قيمة الفريق في معجهة Eastern Company النهاردة في حرص المرمى هيكون مصطفى شبير حمزة علاء مصطفى مخلوف خط الدفاع عندنا محمود متولي رامي ربيعة بدر بنون أحمد عبد النبي ومحمد محمود وحيد كريم فؤاد ومحمد هاني خط النص محمد محمود أحمد نبيل كوكا أحمد عبدالقادر محمد فخري محمد أشرف زياد طارق طهر محمد طهر حسين الشحاة ومعاهم وليد سليمان خط الهجوم هيكون صلاح محصن وحسام حسن ومحمد شريف يعني بعتقد طبعا الموجود يقوم بالمهمة وزيادة شوية يمكن معاناة الأهلي يعني ممكن تكون أكتر شوية في خط النص اللي أغلبه من عناصر يعني من فريق الشباب لكن في النهاية عندك عناصر خبرة زي الشحاة وليد طاهر وعبدالقادر طبعا واحد من الأوراق الربحة جدا لكن يعني مركز اللعب الدايرة الارتكاز هو ده اللي يمكن شوية النهاردة يبقى يعني دايلامة كابتن سامي أمسان طب نروح لزاملنا محمد توفيق من مقر إقامة الفريق وقبل يمكن ساعات من بداية اللقاء يطمننا على الفرقة واستعاداتها والحالة العامة داخل معسكر الفريق محمد مساء الخير مساء الخير مساء الخير ولكل مشاهد ومتابعة السادسة في كل مكان أهلا بك مطش مهم جدا 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 وفي توقيت مهم وظروف صعبة تطمننا على الفريق النهاردة كان يومه واستعداداته قبل مواجهة إستين كامباني النهاردة بالفعل زي ما ذكرت يا أحمد مباراة مهمة جدا وصعبتها طبعا بتأتي في توقيتها خاصة أن دي أول مباراة المؤجلة واحدة من أربع مباراة مؤجلة إن شاء الله أنهي الأهلي يوفق فيهم ويلحق براجب المقدمة ويتربع على عرش مسابقة الدوري الممتاز بإذن الله كمان صعبتها بتأتي من عدد كبير جدا من الإصابات والغيابات كمان عشان اللعبات الدولية سواء في منتخب مصر أو المنتخبات الإفراقية المختلفة ولكن حابب أطمنك منك الفريق أنهي السلادو بالأمس على ملعب الأهلي أو ملعب مختار التشي بالجزيرة بشكل أكثر من رائع طبعا حضور كابتن محمود الخطيب ومؤذرته اللعبين طبعا كان لها أشد الأسر مباراة على اللعبين ده اللي واضح هنا جدا نحمد فندق لقامة من الصبح يمكن حالة كبيرة جدا من المعنوات العالية حالة كبيرة جدا من التلاحم الجهاز الفني بالقامة كابتن ساب حفيظ طبعا مدير الكرة ومعاه كابتن ساب أمصان مدير الفني وكابتن محمد شرف المدير بالعام يمكن فيه حالة تلاحم ودعم كبير جدا من بينهم ومن اللعبين مباراة مهمة الجميع يعرف أهمياتها سواء للثلاث نقاط أو كمان في الظل الغيابات الكتير وهن هي البروفة الأخيرة قبل ماتش الزمال يمكن الفريد بدأ يوم وهنا مبكرا جدا في الحضارة 11 صباحا بوجبة الإفطار ومن بعدها وجبة الغذاء في الثالثة يمكن لسا الفريد دلوقتي متناول وجبة خفيفة ومن خلف اللعبين بيدخلوا تباعا لقاعة المحاضرات للمحاضرة الأخيرة وآخر رطوش بقى كابتن سامو أمصان خطة اللعب النهاردة إعلان التشكيل كل ده هيتم حالا دلوقتي وخلال دقائق في المحاضرة الأخيرة قبل بداية المباراة بإذن الله من بعدها إن شاء الله يعني الفريق بإذن الله يتحرك لملعب المباراة ملعب الأهل وي السلام تمهنا لانطلاق مباراة بإذن الله فيه تمام التاسع مساء كل الدعوات بالتوفير من جمهور المدنة الأهل اللعبين النهاردة حالة كبيرة جدا من الدعم بنشوفها على ساتة التواصل المختلفة سواء من الجماهير كمان مبارح من الإدارة وتمثلها في كابتن محمود الخطيب يتبقى بس تتوفير ربنا إن شاء الله وتبقى النهاردة زي ما نقول يا أحمد فاتحة خير خاصة المباراة جاية كلها فيه داكتر مباراة كتير جدا نادرها تراميها لعب كل حد واربع فأعتقد زي ما أنت قلت مباراة صعبتها في ظروفها في توقيتها في داكتر مباراة ولكن إن شاء الله النهاردة أي 11 اللعب يرتده فريق تتشيرت فريق النادي الأهلي يكون عند قدر المسؤولية والأهلي يجب من حضر إن شاء الله النهاردة تبقى بداية الانتصارات وإن شاء الله عودة النادي الأهلي لقامة مسابقة الدولة العامة شكرا جزيلا زميل عزيز محمد توفيدي كت أخبار الفرقة من داخل مقر الإقامة وزي ما قال محمد أو ختم كلامه الحقيقة أي 11 رجل كلهم نجوم الحقيقة إنت لو بصيت على قائمة الأهلي حتى مع الغيابات سواء اللعيبة الدولية أو المحترفين اللي مشاركوا مع منتخباتهم أو الإصابات اللي موجودة في النادي الأهلي عندنا فرقة كاملة مش موجودة النهاردة لكن كل اللي موجود في خائمة الأهلي ينجوم وكلهم إن شاء الله قد المسؤولية يفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية في السادسة لقطة مهمة جدا جايبينها لحضراتكم النهاردة في السادسة وأنا يمكن اتكلمت عليها سريعا مبارح في مقدمة الحلقة كنت بكلم على فكرة التوزيع الجغرافي وهذا هيرجعنا شوية الورى يعني هيرجعنا لأندية يعني بيتقال عليها أندية أقالين بس في فترة من الفترات أو في سنين كتير جدا كانت أندية الأقالين دي مصدر لعدد كبير جدا من المواهب اللي أفادت واللي ظهرت واللي لعبت للمنتخب الوطني وأفادت الكرة المصرية أنا على سبيل المثال للحصر يعني أنا بس يعني مش عايز أخد وقت كبير في أن أنا أفتكر الأسماء لكن يعني مثلا نادي زي نادي الأولمبي مثلا طلع للكرة المصرية مواهبة بحجم وقيمة أحمد الكاس أحمد ساري، إسلام الشاطر نادي زايل مينيا مثلا شامع عبد الرسول أحمد حسن، الألمونيوم، محمد عبدالوهاب الله يرحمه المنصورة المنصورة دي كانت الحقيقة يعني فرقة ولادة عبدالزهر السقة، عمر الزاكي، تامر عبد الحميد ياسر ريان، القناة، السويس أنديها كثيرة جدا 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 طلع منها نجوم كبار جدا جدا ولعب المنتخب مصر وكثير منهم كمان احترف بره مصر وكانوا وجودهم أساسي في منتخب، يعني ما كانوش موجودين في المنتخب لأ ده كانوا أسماء تقدر تقول عليها يعني عمود خيمة، لاعب أساسي ما تدرش تسترن عنه في منتخب مصر أنا هستعرض لحضراتكم شكل الخريطة النهاردة تغير وبقى إزاي بس قبل ما نروح لده، خليني أقول لحضراتكم ونشوف كده الدوريات في أوروبا الكبيرة يعني نقل لكم كده كذا خريطة من الدوريات الأوروبية عشان تشوفوا التوزيع الجغرافي في الدول دي عامل إزاي لو رحنا للمدريد أو رحنا لأسبانيا تحديدا هتلاقي إنه ده شكل الخريطة بتاعة الأندية اللي بتلعب في الليجا في الدولي الأسباني في الوسط هتلاقي طبعا في العاصمة مدريد أربع أندية منهم أتلاتكو وريال مدريد في الشمال هتلاقي أربع أندية في الجنوب هتلاقي أربع أندية في الغرب هتلاقي نادي واحد أعتقد سلتا فيجو اللي على الجنب ده على الشمال اللي متحدد بالخط ده البرتغال ما ننشدع بيها في الشرق هتلاقي عندك واحد اتنين تلاتة اربعة سبع أندية ففكرة التوزيع الجغرافي والانتشار وأنا مهم جداً فكرة التوزيع الجغرافي دي لأكتر من سبب هاجل حضراتكم فيه في الآخر نروح لفرنسا نشوف حجم الانتشار حجم تواجد الأندية في كل مساحة على كل مساحة من مساحات فرنسا عاملة إزاي في الجنوب عندنا مرسيليا واليوني دول الأندية أبطال وكانوا على فكرة فترة من الفترات هيمكن أن الأندية الفرنسية تراجعت شوية على فكرة المنافسة على البطولات الأوروبية لكن موناكو كان حاضر مرسيليا كان حاضر بي أش جي كان حاضر ففي الجنوب هتلاقي عندك سبع عندية تقريباً في الشمال عندك حوالي سبع عندية تانيين زيهم وفي الغرب عندك واحد اتنين اربع ستة عندية تانيين وبالتالي الانتشار على كل المدن أو مغطي أغلب مساحة الدولة في فرنسا نروح للدورة الإنجليزية طبعاً وزي ما حضرتكم شايفين تقريباً ما فيش حتة في إنجلترا ملهاش نادي مشارك يعني لندن طبعاً عندنا الأرسنل وعندنا تاتنهام وعندنا تشيلسي عندنا ليفر بول عندنا أفرتن في الغرب أو يعني في أقصى الغرب أو الشمال الغربي عندنا منشستر يونيتد ومنشستر سيتي عندنا أستن فيلا في النص عندنا الولفز برضو في النص فالخريطة الجغرافية أو توزيع عندية البريمير ليج على إنجلترا تقريباً مغطي برضو كل المناطق نروح للبعدها ده طبعاً بونزليجا في ألمانيا برضو نفس الحكاية فيردر بريمن في الشمال ليبزيك في الشرق باي ميونيخ في الشرق عندنا هوفنهايم عندنا بروسيا دورتموند في الشمال عندنا كولن في الشمال فبردو تقريباً تقدر تقول أن توزيع الأندية الألمانية على معظم المساحة وعندنا إيطاليا في زي ما حضرتكم شايفين برضو حجم انتشار تقريباً بداية من نابلي جنوباً وصولاً لأودنيزي وكيافو واليوفي والإنتر والميلان معظم الأندية الإيطالية وفيرونتينا طبعاً وكالياري ولاتسيو كلها وروما كلها أندية منتشرة على أغلب المساحة بتاعت إيطاليا لما يجي نبص للتوزيع الجغرافي النهارده بقى للدولي المصري خلينا نقول لكم أننا من 18 من أصل 18 نادي عندنا 11 نادي بس في القاهرة يعني فيه 11 نادي من أصل 18 أكتر من 50% أو 60% ما الأندية كلها متمركزة في القاهرة القناة عندنا ناديين الإسماعيلي والمصري البورسعيدي بحر الأحمر فيه طبعاً تواجد لولجونة و3 أندية في إسكندرية سموحة وفاركو والاتحاد ونادي وحيد في منطقة الدلتة وهو غزل المحل وكل ما تحت القاهرة والجيزة تقريباً ما لهمش ممثل وده الحقيقة ليه أسباب كتيرة جداً منها ما هو مالي أو قدرات مالية أو اقتصادية مرتبطة بالأندية دي وقدراتهم على المشاركة وإحنا بقنا في زمن اللي ما عندوش إمكانات ما بيقدرش يشارك ما بيقدرش يبيع عنده ملعبه وما بيقدرش عنده رعاته وما بيقدرش يبيع عنده القدرة على أنه يبرم الصفقات وبالتالي منعت جزء أو أجزاء كبيرة جداً من بلد مساحتها مليون كيلومتر مربع إنها تدي فرصة للمواهب اللي موجودة في كل حتة في مصر حجم المواهب اللي موجودة في الدلتة قد إيه حجم المواهب اللي موجودة في الصعيد قد إيه حجم المواهب اللي موجودة في مطروح في الوادي في سينة في البحر الأحمر أنا بكلمكم على محافظات مساحتها شاسعة البحر الأحمر الودي الجديد سينة هي المحافظات الأكثر اتساعا على مستوى الجمهورية كلها ومع ذلك نسبة التمثيل تقريبا شبه زيرو في النهاية عندك ولاد مواهب محتاجة حد يكتشفها محتاجة حد يديها فرصة والمساح عاستقنعني بقى أن كل المواهب دي هتيجي هنا وتدفع في مدارس الكورة ولا تدفع في أكاديميات الكورة ولا تدفع في استمرارات الاختبارات مبالغ قد كده عشان تطلع مواهب جديدة للكورة المصرية أعتقد أنه صعب جدا نهيك طبعا عنه فيها حاجات طبعا لها أبعاد تانية مرتبطة بسيحة داخلية والانتقالات والنسب الإشغال في الفنادق مع المطشوات كلام كتير جدا محتاج يعني وقت كبير عشان نتكلم فيه لكنها كانت لمحة صغيرة جدا محتاجين أن احنا نقدمها لحضراتكم فاصل ونرجع لكم في آخر فقراتنا في السلسة تغييرات كتيرة جدا حصلت على خريطة الكورة في فرنسا والحقيقة يمكن سقوط سانتيتيام وهو واحد من الفرق الكبيرة جدا فريق بطل وصاحب ألقاب وبطولات للدولة الدرجة التانية كان واحد من المفاجآت اللي حصلت وردود الأفعال عليها كمان كتت كتير لكن على الكورة الفرنسية بشكل عام عن فرصها في المنافسة أو العودة للمناصات تتويك في أوروبا مرة تانية عن موقف صعب جدا بيمر به المنتخب الفرنسي في دولي الأمم الأوروبية وهو المراشح الأول لتحقيق لقب كاس العالم هيكون لنا حوار معها علام ميشيل المدير الفني السابق لفريق سانتيتيان فرنسي ضفنا في السادسة بداية طبعا أهلا وسهلا بك على شاشة أهلي وبشكرك على ظهورك معنا في السادسة شكرا لكم جزيلا وشكرا لاستغبالكم وشيء كبير لي أن أتواجد معكم وتوجوتي معكم مع الجمهور المصري كورة الفرنسية حققت نجاحات كبيرة جدا السنين اللي فاتت على مستوى المنتخبات وبقت الحياة مرشح قوي دايما للتتويج وما زالت الفرقة الفرنسية بتحاول أنها تحقق حاجة على المستوى الأوروبي بداية خليني أبدأ معك بسانتيتيان اللي كنت توليت مسؤولية تدريبه في فترة من الفترات إزاي شايف من وجهة نظرك الأسباب اللي قدت لهبوط واحد من أعرق الأندية الفرنسية وخروجه من الليجة أو بطولة الدوري الممتاز الفرنسي الأسباب هي الفريق كما دائما أقول أعتقد أن الوضع المادي كان سيء جدا في السنين الماضية والنادي دائما ذهب لعبون وترك لعبين على مستوى عالي في الفترة الماضية الذين كانوا يمتلكوا الخبرات وأعتقد أن الفريق اختفى بسبب عدم تواجد لعبين جيدين وعلى مستوى عالي للحفاظ على اسم سانتيتيان ولهذا ما حدث الفريق الحقيقة يمكن مش الواقع الوحيدة يعني فكرة أنه يكون فريق بطل وفريق متوج وليه جماهيرية وشعبية ويبقى بيعاني مادان أصبحت علامة استفهم مش بس في الكرة الفرنسية يمكن على مستوى العالم وأخيرها يمكن هبوط بوردو الحائز على لقب بطولة الليج أم في 2009 اللي هبط لدولي الدرجة الثالثة بسبب معاناته أيضا ماديا وبالتالي العلاقة بين المادة والكرة أصبحت علاقة يعني مهمة جدا إزاي بتشوف حتى هبوط بوردو لدولي الدرجة الثالثة لأن سانتيتيان كانت تمتلك رئيسين لهذا النادي وكانوا يحاولون دائما الحفاظ على سانتيتيان للحصول الأفضل شيء ولكن في الوقت الماضي يعني ذهب فريق سانتيتيان لمستوى سيء بسبب عدم سيادة جيدة ميسيو ميشيل يعني تعليقك على اللقاطات اللي ظهر قدامي على الشاشة اللقاطات دي حضرتكم طبعا يعني اعتداءات جمهو سانتيتيان على لعبي الفريق وعلى الجهاز الفني بعد نهاية المباراة وتأكد هبوط سانتيتيان لدولي الدرجة الثانية نعم هذا حقيقي ولكن هذا هذا حدث لعدة مرات بعد كل المباريات الكبيرة حدث هذا هذا لم يكن أن يحدث لأول مرة هذه هي المشكلة أنت ترى الآن أن إدارة النادي يديها مشكلة كبيرة مع الجمهور والجمهور النادي سانتيتيان دائما ما هو معطرد ويقوم بالمظاهرات ضد الإدارة وسوء تعاملها مع الفريق ولهذا أنت ترى هذه الصورة فبالطبع هذا أصل على اللاعبين وعلى المدربين على الجميع لأن يحافظوا على سانتيتيان وإن من المفترض أن يكون سانتيتيان من أكبر الأنبياء مثل الأهلي والزمالك في مصر فإنه كان فريق كبير ولكن الآن عندما يوجد مشكلة في فريق كبير تحدث وتظهر بشكل كبير حصلت نفس المشكلة مع بوردو وهو متوج ب2009 باللقب الدوري وبالعكس ذهبت لدوري الدرجة الثالثة إزاي بتشوف ده وهل من الممكن ده يتكرر أو السيناريو ده نشوفه مع الأندية الكبيرة زي مارسيليا زي أوليمبيك ليوني في الدوري الفرنسي المثال الذي تتحدث عنه بهبوط بوردو هو نفس الشيء مع سانتيتيان فهو فريقين كبيرين فريقين يمتلكان عدة أشياء قوية ولكن أنت تغير الإدارة تغير اللاعبين تغير حرس المرمى تغير اللاعبين الجيدين ولهذا هكذا تكون نتيجة لا يوجد شيء يعمل على تحسن الفريق بل بالعكس كل الأعوامل تعمل على ضر الفريق ولهذا تجد صعوبة الفريق يجد صعوبة في التطور والاستمرار أو أن يجد حتى الحل المادي أو الحل الذي يساعد الفريق على التطور والعودة لمكانته الطبيعية خاليني أتنقل نقطة تانية وهي على مستوى الأندية الفرنسية بشكل عام يعني دايما منتخة فرنسا في السنوات الأخيرة أصبح دايما بطل مرشح للفوز بأي بطولة هو بيشارك فيها لكن على مستوى الأندية ورغم حتى وجود دعم مادي كبير جدا لفريق زي بي أجي شايفين أن أندية كبيرة زي موناكو زي مارسيليا زي بي أجي ما عندهمش قدرة أن هما يوصلوا لنجاح على مستوى الأوروبي من وجهة نظرك إيه سبب ده؟ بالنسبة لباريس هذا شيء خاص لأنه لم يكن أفضل فريق في أوروبا هو فقط في آخر الأعوام التي حدث التطور ولكن في هذا العام كان لديهم مشكلة واضحة في تنظيم الفريق ليس من السهل أن تتعامل مع لعبين بحجم إمبابي وإيمار وميسي لابد من التعامل بشكل تنظيمي واضح مع هؤلاء النجوم وبالإضافة إلى جودة اللاعبين على مستوى الدفاع سيئة الفريق لا يؤدي بشكل جيد على الشكل الدفاعي وعندما يمتلك الكرة عندما تمتلك باريس الكرة أو تفقدها إذا كانوا يلعبوا بشكل جيد ولكن عندما يتقل الكرة لا نراهم موجودين ولهذا هي مشكلة تنظيمية من وجهة نظرك من هو الاسم المرشح أو الأفضل لتولي مسؤولية الجهاز الفني خلفاً لبوتشتينو الأرجنتيني أنا لا أعتقد أن ليس على الجميع أنه سيوافق على هذا التدريب في باريس الجمال ولكن هناك يوجد لأن في باريس يوجد كثير من النجوم والعديد من النجوم ولهذا ليس سهل يبدو أن السؤال مش واضح أنا بسأل مين هو البديل الأمثل للمدير الفني الحالي بوتشتينو كل التقارير بتقول أنه العلاقة انتهت بين بي أجي والمدير الفني الأرجنتيني بوتشتينو وكان فيه كلام عن ترشيحات لزينة دين زيدان هل تتطفق؟ تختلف؟ هل ترى أن هناك من هو أفضل من زيدان لتولي مسؤولية تدريب البي أجي زينة دين زيدان هو الجميع ينتظره لأنه حر ولا يمتلك فريق في هذا الوقت لا يدرب فريق في هذا الوقت هو بطال ونجم له القدر الكبير وهو يمتلك كل العوامل كل العوامل ولكن أعتقد أنه لا يريد هو من لا يريد هو يفضل أن يبقى حتى يدرب المنتخب الفرنسي هذا هو ما يتمنى سؤالي اللي جاي مرتبط أكتر أو متعلق بالمنتخب الفرنسي وبعد عروض سيئة الحقيقة وتراجع في المستويات وفي النتائج منتخب فرنسا تحت قيادة دي دي شون بيحتل المركز الأخير في مجموعته في دوري الأمم الأوروبية إزاي بتشوف ده وإزاي بتشوف تأثير ده كمان على فرص المنتخب الفرنسي في المنافسة على لقب كاس العالم في فرنسا هم يمتلكون لعبون رائعون في الهجوم في التحول وهم فازوا بكاس العالم 2018 لأنهم امتلكوا اللاعبون الذين يستطيعون التحول ولكن على المستوى الدفاعي ليس جاي ولكن الآن المنتخب الفرنسي يمتلك لعبون رائعون ولكنهم غير قادرون على التحمل للهجمات بشكل قوي على القوى الدفاعية هل تتوقع أن ديديي ديشون هو اللي هيقود الدوك الفرنسية في كاس العالم 2022 ولا تتوقع أن يتم تغيير الجهاز الفني قبل بداية بطولة كاس العالم أعتقد أن ديديي ديشون طبعا سيكون موجود سيكون هو الفريق المدرب للفريق في كاس العالم ولكن بعدها أعتقد سيكون شيئا آخر وأعتقد أن سيكون في رغبة في التغير ومن المضاقة أن زيني الدين سيحصل على مبتغام بعد كاس العالم ولكن في حضور كاس العالم سيكون ديديي ديشون هو المدرب المنتخب الفرنسي وأعتقد أن زيني الدين كلاعب رائع ومدرب أيضا مريم مديد أعتقد ومن سيكون الفريق بعد لأن هذا الأقرب للموقع ميشيل المدير الفاني سبق لسانة تيامب أشكرك شكرا جزيلا على ظهورك معنا في السادسة وقبل مختم الحلقة أتمنى التوفيق وأقول لرجالتنا النهاردة إن شاء الله أن جمهور نادي الأهلي مستني المطش بفارغ الصبر مستني رسالة واضحة على عودة النادي الأهلي لمستوى أن نجوم وحتى في أصعب الظروف قادرين يظهروا قدراتهم ويظهروا معدنهم الحقيقي عشان إن شاء الله بإذن الله يكون موسم ناجح كل التوفيق لكابتن سامي أمصان في مباراة صحيحة وتولى مسؤولية قبل كده في أكتر من مناسبة لكن النهاردة أعتقد الوضع مختلف لحد كبير جدا شكل وأداء الفريق نتيجة مباراة النهاردة واحدة من الحاجات اللي أعتقد كابتن سامي أمصان بيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية فيها وكل التوفيق طبعا لرجالتنا وإن شاء الله بإذن الله فحلقتنا مع عبدالي الإسبوع اللي جاي هتكون قبل مباراة مهمة جدا مباراة الدربي نكون متطمينين على فرقتنا ونكون إن شاء الله بإذن الله في طريقنا الصحيح لاستعادة صدارة الدوري الممتاز بشكر حضراتكم مع المتابعة وعلى كل خير دايما نتقابل عشر شكرا